من بعد آخر تتويق في 2010 قبل ما اتكلم عن البطولات الخامسة اللي هي من ستة وتمية إلى 2010 من بعد آخر من بعد آخر بطولة في مصر 2008 غانا 2010 أنجول من بعد البطولة دي حسيت أنه منتخب مصر أو شخصية منتخب فأي نسخة بقى من نسخ حتى اللي وصلنا فيها النهاية مع هكتور كوبر قدام الكاميرون واللي وصلنا فيها النهاية مع كارلوس كيروش قدام طبعا دي لقطات من ستة وتمية اللي حضراتكم شايفين هدي هل كان يعني كنت شايفي أنه فيه نسخة ظهرت فيها شخصية منتخب مصر حقيقية أو اللي انت كنت منتظرها لا بعد كده من بعد 2010 الغاية بعد 2010 حصل إيه بيغير جلد الفرقة الفرقة بتتغير ومش عارفين نثبت لا على لعيبة ولا على مدرب وبالتالي ما بتثبتش على مدرب فالمدرب مش هتثبت على لعيبة فأصبح فيه تغييرات كتير فيه اللاعبين اللي بيلعبوا في الملعب وفيه تغيير فيه المدربين فأصبحت التشكيلة دي والتوليفة دي عملة روحوا تيجي يعني غيرنا حوالي أربع مدربين في الفترة دي بالإضافة اللي هم اللي اشتغلوا يعني من بدري وجي كابتن إهب جلال وبعدين جي كارلس كروش وبعدين بيتوريا فطبعا تغيير المدربين بيغير فكرة اختيار اللاعبين فالفرقة ما بتثبتش فشخصية المنتخب ما ظاهرتش حتى في النسختين اللي وصلنا فيهم النهائي بدأت تظهر مع كروش بدأت تظهر مع كروش في النسخة النهائية وكوبر في النهائية اللي احنا الرفاية كاسي العالم لكن الحالة دي اللي احنا موجودين فيها هي أحسن حالة لما بعد عشرين عشر